قال النائب المستقل في البرلمان العراقي هذا السلامي أن سلاح المنفلت وتعظم دور الفصال على مستوى العمل السياسي بل تحكم السلاح والتأثير على القرارات السياسية خطر حقيقي تعاني منه العملية السياسية في البلاد وبيّن أن الإعوجاج في العملية السياسية لن يجري تصحيحه بإنهاء انفلات السلاح الذي تحول من أداة لحماية العراقين إلى أداة لفرض الإرادات والتحديات السياسية وأضاف أن الأحزاب السياسية المستفيدة من هذا السلاح تمنع جهود الحكومة للحد من انفلاته فيما تجد الأحزاب المتأثرة من هذه الظاهرة نفسها أمام تحديات وعقبات في مسار التقدم على مستوى الإصلاح والتغيير